أبدأ هذه الحلقة وأقول لحضراتكم من النهاردة النادي الأهلي أعلن أن مجلس إدارته برئاسة كابتن محمود الخطيب هيقوم غدا الاثنين بزيارة نادي الزمالك تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة النادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب تأتي هذه الزيارة الودية ترصيخا للعلاقات الوطيدة ما بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال وكان من المفترض أن يلبي مجلس إدارة النادي الأهلي الدعوة المشار إليها في وقت سابق إلا أن الظروف التي ألمت بعائلة الأهلي والوعكة الصحية للوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي رحمة الله عليه ووفاته قبل ثلاثة أسابيع كانت وراء التأجيل الجدير بالذكر أن العلاقات المتميزة ما بين القطبي الرياضة المصرية دائما حاضرة في كل زمان ومكان وكلاهما يحمل تقديرا كبيرا للآخر على الرغم من المنافسة الشريفة ما بين الناديين في مختلف اللعبات الرياضية كما أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المواقف الإيجابية التي تعكس أواصل الحب والروح الطيبة ما بين الكيانات الرياضية الكبيرة التي تسهم في دعم ومساندة كل المنتخبات الوطنية الحقيقة أعتقد أنها إن شاء الله بكرة ستبقى زيارة مهمة جدا ما بين مجلس إدارة النادي وفي وجود مجلس إدارة النادي الزمالك الحقيقة أنا بس هقول كلمتين في هذا الأمر لأنه أمر مهم جدا الطبيعي اللي إحنا شايفينه الطبيعي اللي إحنا شايفينه بالمناسبة ما كان غير طبيعي كان اللي بيحصل الفترات السابقة وأنا الحقيقة مش عايز أتكلمه لو تاخدوا بل حضراتكم إن احنا بنتكلمش على هذه الأمور خالص لكن ده طبيعي أن تكون زيارات متبادلة ما بين المجلس إدارة الناديين الكبيرين سواء الأهلي أو الزمالك ويكونوا موجودين الحقيقة كل واحد فيهم لكن بعيدا عن كل هذه الأمور تظل دائما زي ما البيان حضراتكم شفتوه بالزبط تظل دائما المنافسات الشريفة موجودة في الملعب تظل دائما المنافسات ما بين الناديين الكبيرين في الملعب هي الأساس في كل شيء ولكن المنافسات الرياضية الشريفة المنافسات الرياضية الشريفة بعيدا عن كل حاجة في الصفقات في الألعاب في السلة في الطيرة في الهندبول كل حاجة كل حاجة هذا هو الأهلي وهذا هو الزمالك هذا هو الأهلي بأرقامه وهذا هو الزمالك بأرقامه هذه هي قطبي كرة القدم المصرية وده دايما اللي احنا كنا بننادي به او دايما اللي كنا بنمشي فيه هذا الاتجاه دائما من خلال مجلس إدارة محترمة الحقيقة بقيادة كابتن محمود الخطيب اللي زي ما حضراتكم شايفين دائما لا يقول جهد الحقيقة أنه هو يعمل كل ما يكون له علاقة جيدة بالنادي الأهلي وهو ده المهم خلال الفترة اللي جاي أنا بس حبيت أقول الكلمتين دول بسرعة لأنهم كلمتين مهمين الحقيقة